اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الاهتمام بالشباب والعمل على تدريبهم يحل أولوية بارزة ضمن اهتمامات المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسياسته الرامية إلى تنفيذ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه في العمل على تاهيل الشباب وتزويدهم بكل الإمكانات لإفساح المجال أمامهم لإطلاق طاقاتهم نحو مواصلة عملية البناء والتحديد وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح له بمناسبة انطلاق النسخة العاشرة من مدينة الشباب 2030 بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة تعتبر مدينة شباب 2030 في النسخة العاشرة مكانا مناسبا للتركيز على مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا التي ستحمل شعار بحريني وافتخر في إطار الاهتمام بتعزيز المواطنة والانتماء للوطن وذلك عبر تدريب الشباب وتأهيلهم بطريقة متميزة تجعلهم نماذج فاعلة في المجتمع وقادرين على الدخول في سوق العمل متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب الاحترافي الذي توفره لهم مدينة الشباب وضف سموه نسعى عبر مدينة الشباب إلى بذل قصارى جهدنا لأعداد شباب البحرين وتمكينهم وفق متطلبات المرحلة المقبلة من العمل الوطني التي تتطلب جهودا استثنائية مضاعفة من الجميع لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأننا نرى أن مدينة الشباب التي استمرت لنسختها العاشرة خطوة مهمة من أجل تعزيز فرص الشباب البحريني في دخول سوق العمل وذلك عطفا على ما تقدمه المدينة من البرامج العملية والعلمية التي ستقدمها المدينة والمتطابقة مع تدريب الشباب ومتطلبات سوق العمل في المملكة وتابع سموه لقد شهدت مدينة شباب 2030 بزغ نجم العديد من المواهب الشباب التي كانت سمتها الغالية القدرة على الانتاج والابداع والتعاون باعتبارها سمة راسخة من سمات الشباب البحريني ونتطلع مع انطلاقة مدينة الشباب أن تواصل المدينة تخريج أفواب من الشباب يمثلون الواجهة المشرقة لنمو والزهار المجتمع البحريني وتقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة في تكوين المخزون الحضاري للمملكة وصياغة مفردات تطورها ودع سمو الشيخ ناصر بن حمد الشباب البحريني إلى المشاركة الفاعلة في مدينة الشباب والاستفادة من برامجها التدريبية التي تقدمها والحرص على نهل العلم والمعرفة ومواكبة روح العصر والتحلي بروح الإبداع والتميز والحرص لأخذ موقعهم الحقيقي في التنمية تأهيل وبناء الأجيال الشبابية عمل سامي ترتقي به المجتمعات وتزدهر وذلك من خلال الاستثمار بالعنصر البشري وتأهيله وتطويره ورفع كفاءاته على مختلف الأصعدة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على نوعية التأهيل وآلياته التي جسدها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في نظرته الطموحة لشباب البحرين من خلال مدينة الشباب وللشباب في مستقبل المملكة مجال رحب ومقومات فريدة تعززها قيم المواطنة الصالحة والثوابت الوطنية والمبادئ النبيلة التي نشأ عليها المجتمع البحريني منذ القدم وهو ما أكدت عليه الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا من خلال مبادراتها المتنوعة وما تحمله من قيم رفيعة في مقدمتها تعزيز الولاء والانتماء والاعتزاز والفخر بالوطن وثوابته الوطنية في إطار الاهتمام بتعزيز المواطنة الصالحة وهو ما يتم ترجمته عبر تدريب وتأهيل جيل واعن بمسؤولياته وأهل لها مدينة الشباب في نسختها الجديدة خطوة رائدة نحو تحقيق آمال وتطلعات سامية أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه أرادها لأبنائه الشباب لمستقبلهم الواعد متسلحين بالعلم الوافر والمعرفة المتنوعة والتدريب الاحترافي الذي لم يدخر قدوة الشباب الأول سمو الشيخ ناصر بن حمد أي جهد عن تحقيقها في مختلف القطاعات التي يبرز فيها دور الشباب البحريني شباب البحرين وعلى مر السنوات الماضية أثبتوا وبكل جدارة جديتهم في المضي قدما في مسيرة العطاء والازدهار التي أطلقها عاهل البلاد المفدة عزمين على إثرائها بعزيمة أبناء الوطن الأوفياء وجسارة على ما يحمله المستقبل من تحديات لابد من الاستعداد لها بفكر نير وعلم وافر وشموخ يشهد له تاريخ البحرين ورجالاته الأوفياء يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين